ميد راديو ميد راديو ميد راديو مجموعة من المدن التي نزورها والمدن تتعود فيتنا بزاف ديول المسائل ولكن في المجهر الرياضي اعتقد ان عندنا الرياضة ان انا في الرتبة الاولى هذا الشي اللي خلى جميع التظاهرات و جميع الجامعات الملكية اعتقد ان جميع الجامعات الملكية نظمت بطولاتهم كأس العرش دير كورت الطائرة كورت القدم كورت اليد جميع الرياضات الملكامة السباحة كل شي جميع الرياضات نظمت نهائيات كأس العرش نظمت بطولات عالمية نظمت مجموعة من التظاهرات البداية ربما كانت كان عقل انها كانت في اول اللي كانت عنده اللبين الاولى الاستقطاب هذا النوع من الانشيطة العيون كان نادي البلد النسوي في اللقاء مع نادي لاغاريتا ديال اسبانيا عقب ذاك تبعتهم مجموعة من التظاهرات الرياضية جماتش ديال قدما برسلونة النسوي اللي ماشي سهل باش تجيب فريق برسلونة بالخصوص للصحراء يعني شي حاجة صعيبة من بعد قتانعة اسي ميلون انها تفتح اكاديمية في العيون وهذه مسألة ماشي سهلة لانه كنا عرفوا المنافسة اللي كانت على اسي ميلانو مجموعة من الدول المجاورة اللي كانت تتمنى انها تجيب هذه الاكاديمية عندها ولكن قتانعت بمدينة العيون قتانعت بمشاريع مدينة العيون هذا واحد برنامج اللي بداوه اشخاص من بكري خصوصا كان نشكر من هون من هذا المنبر المجاليس المنتخب المدينة العيون اللي كان هدفه في البداية هو تنظيم اولا الرياضة خلق جو صالح لممارسة الرياضة انشاء مجموعة من الملاعب والمسابح والمنشآت الرياضية قريبة من المواطن ويستفد من هالمواطن عندي تصحيح فقط على النادي النسوي رغمه حكر على النادي البلد النسوي لكرة القدم باش نوضح الصورة هذاك نادي نسوي لجميع نسوة مدينة العيون يعني مفتوح لهم جميعا ماشي فقط نادي دي الكرة القدم الجميع النساء اي واحدة بغات تجد دير البيسين دير الاصال كيل الحمام كين الكوفورة عندهم فمكين المطبخ عندهم الجميع النساء بواحد ثمن اللي ليعود رمزي جدا الحمد لله واليوم كان عيشه كيف قلنا هذه التظاهر البطولة افريقية الكرة القدم داخل القاعة اللي كصحفيين كان فرحوا كثيرا بهذا النوع من الانشيطة وعلاه اولا لانه كان الناس تعرف مدينتنا لانه الاغلبية من الزملاء الاعلاميين خصوصا في مدن الشمال اللي ما قط كتبلو مولاني يزور العيون دي ما عنده ذك الفكرة دي الصحراء الصحراء رايلا الرملاء والجمال وناس اللي ما يعرفه والو ناس اللي مزال تبدو ومزال كيجي يشوف الحقيقة يعرف عنا واحد المنطقة اللي متقدمة جدا جدا على مجموعة من المدن على المستوى الافريقي كنستافدوا ايضا من تبادل الخبرات مع زملائنا لان زملائنا الصحفيين خصوصا مدن الشمال فاتوا بسنوات عندهم تجارب سواء مع المنتخبات الوطنية سواء من خلال التظاهرات اللي كانت تنظم كنستافدوا منهم ايضا توضيط العلاقات معهم ايضا استافدنا من الزملاء الافريقي اللي حضروا معنا في تغطية هذه البطولة نتمنى اننا نكونوا عند حسن ظنهم نتمنى انهم يعدوا جبروا ذلك شي اللي باغين نتمنى ان اقامة ديالهم تكون طيبة ويكونوا استراحوا وكيف هم كاملين اكدوا على اعجابهم بمدينة العيون وكيعتبروا راسهم حتى هم جزء من مدينة العيون نتمنى التوفيق للجميع ونتمنى ان هذه الفرحة ديال هذه الاحتفالية كاملة تكمل ان شاء الله بتتوجي المنتخب المغربي بهذه البطولة ميد راديو ميد راديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة